اشتركوا في القطعة لا تنسوا تعملوني لايك وسبسكرايب انا عملتها كده شكل بيضاوي باللون زيتي شوية فاتح كده وسبتها نشفت حواليكم زي عملتها كده سريعا كده عشان نبدأ نشتغل هجرب لكم على اللون الازرق ده انه فردتها زي ما انتم شايفين كده برامتها بشكل بيضاوي وبعدين رحت فردها بنا الشابة بالطريقة دي وبعدين رحت جبت بقى لقطاعتي كده مدورة ورحت قطعت من فوق ومن تحت وسويت بقى من الجناب ممكن اي حاجة مدورة عندك مش لازم اه اطعا فتلعت معي بالشكل ده وطبعا احنا برضه مش هنسيب الجناب بالمنظر ده هندريا هاجي بعد كده هجيب لون البشرة اه اللي هو قويد وحطت عليه نقطة بني صغيرة خلص عشان تديني اه لون بشرة واخدت منه كده زي كورة وهعملها وش هاي الكورة دي حاجة بقى هقوم حطة الغرة علشان الحاجة علشان الاشكال بتاعتي تلزق بسرعة اه لان القطعة اه اللي انا هشتغل عليها تعتبر ناشفة يعني فاللو انا ما حطتش غرة هي اه لحاجة مش هتمسك معي كويس اللي هنسبتها بقى هنا وبعدين هقوم بقى انا هعمل زي هعمل وش بنت ويعني بنت وشها بجسمها يعني فهعمل الوش وهعمل رقبه سوانونه خالص كده علشان تبقى فاصلة مبين الجسم ومبين الوش ما تبقاش بينها كلها كده حطة واحد وهاجي بقى دلوقتي هقوم عملة الجسم كده باللون البني دمكتهم بس مع بعض عشان انا كنت احطه بني فاتح مع بني غايمين وعشان كده اه ديتهم دمجة كده مع بعض هاجي بقى ارقاها على قد مقدر يعني حول اشترك الاشكال ترأيها على قد ما تقدري علشان ما تبقاش برزة قوي كده لما تبقى كلها كده زي وعطية هسبتها كده وبعدين دلوقتي هعمل ليها زي دراع امو مش زي دراع هو دراع يعني هعمل لها دراع كده وحطه على الجسم اهو ارفعه بس قوي علشان ما يبقاش تخين لان كمان الجسم مش كبير مش تخين فمش عايزة اخلي الدراع نفسه يبقى تخين يعني انا عايزة الدراع يبقى مناسب مع الجسم وفي نفس الوقت يبقى باين يعني ما تحطهاش فوقيها قوي لا احاول ان انت تبقى مبينة شوية هعمل بقى دلوقتي كده زي كافي ايد سوغنن كده وهقوم مسبتها على الدراع كده من فوق وهحطه تحت وشها يعني انا عايزة هتبقى حطه اديها تحت وشها اه دي ده اللايت سلسلة اه سهلة جدا مبسيطة لو انتي ما عندكيش الفريم بتاع السلاسل ممكن تعمليها من غير فريم يعني فهي حاجة بسيطة كده وصهلة بحيث ان لو ما عندكيش الفريم او انتي عايزة تعملي حاجة والفريم مش متوفر عندك فالموضوع ده بسيط جدا طبعا لو انتي عندك الفريم متوفر ممكن تعملي الشكل ده هو الفريم يعني مش محتاجة بقى نتي تعمليه من غير ايه اه وطبعا الخلفية من تحت تبقى حاجة رقيقة خالص علشان مش هينفع نتعمليها يعني اللا بالضخم ولا انا عملها يعني دي اول سمك اللا انا عملت به جوه الفريم عملت كده على هدومها كده نوقت كده عشان يبقى فيها اي منظر وبعدين دلوقتي هنجي نعمل دعين هو اللون الاسود ده انا حسن هو نشف شوية فانا هشتغل كده بالعين وهشوف هينفع يكمل معين الاخر ولا اه نلون بقى يعني نعمل حبة جديدة يعني حتة جديدة مش حبة جديدة سوف تقول اي كلام حطه هنا كده بصوا يعني هي الوش بتاعها هعمله بميلا يعني هي حط قضيها على خدها فاوشها ميلا على خد فعشان تعمليها كده ما تخليش العينين في نفس يعني ما تخليش العينين قدام بعض لا اخلي واحدة تبقى اعلى من الثانية بالطريقة دي يعني انا خليت واحدة اللي هي من برة دي اعلى من اللي عندي كف اليد علشان تبان ان هي اه راسها على اه على كف اديها كده بميلا يعني احنا نعمل عين بس مش هنعمل بقى اي حاجة تانية لو انت عايز بقى تعملي منامح تانية اعملي بس انا هكتفي بالعيون بس نجي بعد دلوقتي وهنعمل حصلات الشعر اعملت كده برامة الاسود زي ما انت شايفين ورحت مبططوها وهقوم بقى مثبتها على الجزء ده هنزل بقى هنا كده واقوم قطعة اهو بطريقة دي اعمل بقى واحدة تانية كده فوقيها بس هنا انا لما جيت قطعت الشعر التاني ده فاتقطع معي اقصر من الاولاني فانا رحت مدوية الاتنين مدويتهم كده ببعض ودخلتهم كده ببعض عشان الاتنين ياخدوا اه الطول من بعضهم يعني وحطيت الحتة الصغيرة دي حطتها اه تحت كده اه جنب الرقبة وحطيت ناحية تانية كده جنب الايد والرقبة علشان اداري برضو ما يبقاش بين الخلفين من وراء وتبقى بين الشعر وبعدين عملت الخطوط اه بتاعت الشعر ده علشان ما سبهاش كده حتة واحدة ويبان معين ان هو اه شعر انا كده عملت شعرها من الناحيتين طلع معي منكوشة شوية بس حلوة وبعدين جبت اللون الاحمر وبرمته كده برمة اه رفيعة خالص وروحت برضو مبططه كده طبطط عليه كده طبطبة بسيطة وده هعمله زي ورد هاجي هقوم برمة من هنا كده عايز اوريكو يعني هي وردة سريعة كده بتبرومي كده برمة وتقومي قطعة يعني بتبرومي برمة وتقطعي هعمل بقى كده هعمل بقى كده هعمل بقى كده مثلا منها على قد ما هشوف كده انا محتاجة قد ومعملهوش حجمه كبير علشان ده انا هحطه لها زي اه زي توق كده او زي تاج فوق شعرها فما تعملهوش مقاسو كبير يعني وعدين هقوم بقى جاية نسبتا كده ونزل بنص دايرة يعني ما نسبتهوش خط مستقيم لأ انزلي كده بااااااا بااااااا بكيرف كده او خد وزي نصد دايرة كده علشان يبقى باين كأنه ملبوس على الشعر او الروس يعني يبقى باين طبيعي اكتر يعني اصبت دي هنا كده وهقوم حتى وردتين كمان هنا. انا بحاول ان انا اي اصغر مقاس علشان اعرف احطه جنبه بعضه. بالمنزور ده. انا حسيت كمان ان الحتة بتاعت الراس من فوق كده مش باينة قوي او ادارت شوية. فاخدت حتة اسوى تانية كده ورحت اه اه تفاردها زي ما شايفين كده. وهقوم مسبتها على الجزئية دي علشان اعلي بس الراس شوية يعني. كده وهدمجها بقى على الجناب. بالمنزر ده كده. اهو كده يعني عليتها شوية. بصوا انا حسيت ان في فراغ كبير قوي متبقي فوق وانا مش عايزة بقى فراغ كده فقطعت حتة كده من فوق يعني الحتة الزيادة روحت قطعتها من فوق. بس انا بقى اعملت تحركة غبية شوية ان انا قطعت كتير. مفروض ان انا كنش اقطع كتير كده. يعني حسيت ان مش عارف اعمل فيها حاجة تانية. انا كنت عايزة زود حاجة انا كده مش عارف اعمل حاجة. جبت بقى الوان صوفت بسديل كده وروحت اه بشرت منها شوية وبفرشة مبلولة وروحت اه عاملة كده معفرة كده الجناب باللون البني. انا ما عملتش كلها انا عفرت كده على الجناب. كده بالمنظر ده. وبعدين رحت جايبة اللون الاسود وبرمت فيه اعملت في اه زي حبل طويل كده مبروم زي ما انتم شايفينه. وحاطيت الغيرة بقى على الاطراف. وهبدأ ان انا احط اطار لها علشان اه انا قلتلكو احنا مش هتزبها كده عشان ما يبقاش المنظر اه مش لطيف. اه فهحط بقى الاطار بتاعي. بس بقى مش هحطه بقى اطار مش هحطه يعني مش هدوره كده. لأ انا برمت كده من هنا من ناحية دي. برمتين كده وراء بعض. نزقهم بقى بغير عشان تمسل في بعض كويس. كده برمتين كده. وهقوم مسببتايا كده على الجنب ده. وهاجي بقى هقوم لفاحة ولين الشكل بتاعي كله. كده. هقطع بقى على قد الجزئية اللي انا محتاجاها. وهقوم بقى برمت جزئي ده برضو يعني مندياله برضو برمت زي الناحية تالي. وهقفلهم مع بعض. بالطريقة دي. وهسويها بقى وهزبطها كده على الشكل بتاعي. عشان ما يبقاش فيها حتة طلعة وحتة نازلة. فتساوي الاتور بتاعك كله. علشان يبقى مضبوط على الشكل آآ اللي انتي عملالي. بالطريقة دي. بس هي كده خلصت. هسيبها بقى ايه تنشف. هونسيت اقول لكم ان انا هحط آآ حطيها بلشر كده على الخدود عشان آآ يعني يدي معي كده آآ شكل كده ويدي معي نظارة شوية. بس هي كده خلاص 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 كده خلصت خلاص انا مش عمل فيها حاجة تاني. هسيبها بقى هي كده تنشف مع نفسها كده آآ يوم او يومين زي ما تاخد بقى براحتها وبعدين هعلقها في السلسلة. انا اوكسيد كده وهحط معيها الدليتين الصغيرين دول. طبعا بقى القفل اوكسيد والاااا والحلقات وكل حاجة. ده ما انظرها يا بعد اما اتعلقت شكلها. يا رب يكون عجبكم الشكل ويا رب يكون الفيديو عجبكم آآ يكون كمفيد واستفدتوا منه جربوا بجد يا جماعة الشكل حلو جدا ووطيف وسهل قوي. مش هيحتاج منكم مجهود ومش هيحتاج منكم اي وقت. هو ما خدش مني وقت خالص فعملو وهي فعلا بسيطة وسهلة جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. شكرا.